ازاي يوكو اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست المصورين تقريبا احنا بقالنا سنة او اكتر ما عملناش بودكاست كان اخر بودكاست بتاع احمد خالد وهسيب لك كل اللينكات بتاعت البودكاست دي في الدسكريبشن ولو عايت تفرج على بودكاست تانية ففيه قناة اسمها سي بي سي تي في عليها برضو شوية بودكاستز وانا اعملهم ومكن هسيب لكم اللينك في الدسكريبشن الساعة عشرة والاستاذ جايلي بعد الحزر الساعة تمانية مش عارف جايز ازاي ازاي اصلا النهاردة البودكاست معانا حسام انتيجي مزاك يا برنس الحمدلله معنا الساعة عشرة ده حاجة حلو ولا وحش انت هتمشي ازاي ولا هتراوح ازاي ولا اتا كد ازاي اصلا حزر الساعة تمانية جامد جامد يعني بالطلالون كرنيل عظمة طبعا اول حاجات عظمة بس انت اللي بتنقشني اعمل يا حزر الحمدلله دنيا تماما احنا تقريبا بنتفق على الحاجات دي من امتى سنتين والله لسا بقول لي من سنتين من ساعة ما عادنا في العيد من سنتين وانا هنعمل افنت كبير وهنخرب الدنيا وانا همص انا هزبط القوضة بتاعتي وهعمل يوتيوب تشانل وهبتدى عمل تيبس وانا تريكس ولا حمالنا تيبس ولا تريكس بس انخلص القوضة بتاعتي والله العزيزة خلص القوضة بتاعتي من ثلاثة ايام بس هم حامدلله على السلامة الله السلامة مقصوط ان انت موجود معي والله النهاردة وانا والله عزيزة هنقعد ندردش شوية مش نتكلم في اي حاجة بقى مجعلصة او كلم دي كله نقعد ندردش شوية انا وانت والناس بقى اللي بتتفرح خلينا في الاول انا بحب ابدأ مع الناس كده عموما الناس ضيف يبدأ يعرف نفسه علشان لو في ناس متعرفش حسيم يعرف مين حسيم وكلم دي كله فابدأ بقى وعرف نفسك اه بصينا صحيح لا انت بصيلي بصي الكاميرا خارج احنا نتكلم مع بعض السلامة من الكاميرين حال انا اسمي حسام الدين عاطف فاروق محمد علي عندي 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 ستة وعشرين سنة لسه تمامه موليد برج الحوت خريك سيحة وفنادق كوسما مطبخ يا جماعة انا بحب بقى سكيت سكيت بوردنج وكده مم وبحب ارقص هيب هوب وبرقصوه بعدي خمس سنين مم وحصل انا في يوم الايام لو عملت شفت كبير هبقى دانسر يعني مم ده حلم حياتي موضوع ده من زمان اوي صح؟ مم من زمان فشخ؟ مم قبل حتى ما دانس وانا عافل لانا يعني عافلة ما تت يعني تشوف حاجة تعجبك اوي تحس انت ودخلت فيها هتبقى جامد مم انا ده نفس احساسي يعني في الدانسنج مم وابقى عمل اي تاني كنت برعب شطاوينج وانا صغير خدت بطولات جمهورية كتير مم 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 واي تاني وصور بقى قبل ما صور كنت اه واخد من جولدس اكاديمي برضو وحاجات في التريننج اسمها سيف تي وبي تي ودخلت شوية في المساج اشتغلت شوية انت عملت حاجة كتيرة اوي اه عملت حاجات كتيرة اشخ ومش يعني مبسوط قوي اللي انا عمدي في كل حاجة فعلا بلاص بقى اللي انا اشتغلت في كل حتة عشان بقى اجيب الكاميرا وبتاع بس انا كده صحيح بس انا اكتر حاجة يعني كنت بحبها قبل التصوير هي الجيم اصلا كنت تدخين كنت مية وعشرين كيلة او حاجة زي كده واتسحلت بقى في اللي انا عايز اخس طب اعمل ايه طب اقرب بقى شوية من على النت طب انا عايز دي فيها كام كالوري ايه طب دي اخس ازاي دي اكل امتى وامش امتى واطمارا امتى بقيت لما خسيت بقى بقيت اه خمسة وستين كيلو مية وعشرين حوالي سنة سنة ونص بقى كده بقى تسحلت قلت لا ده انا الموضوع عجبني اوي اللي انا عايز بقى ادخل لكام بدأت بقى اتفرج على اه الناس بقى الجامدة فشخ بتاع بقى كاي جيرين وجري كاتلر روني كولمن واتبع مستر اوليمبيا واشوف بقى بيبوزوا ازاي وعد اقلب بقى البوزنج بتاع العضلات وكلام ده اه واشوف تنمين بيمرانهم طب ايه ايه اتسحلت بقى جاية متفاهم وازاي بيجهزوا وتعادت تفرج على ارنول لحاجات كتير قوي هو اعملها كان اعمل بكده اسمه ايون بامب بيتكلم بقى فيها عن طريقه. هو كلام ده كله من سنة كامل سنة كامل يعني انت الكلام ده كله من ايه. والله العظيم هقول لك على حاجة اه انا بسقط تاريخ خالص. يعني بعد الجامعة ولا قبل الجامعة ولا? وانا في انا مدخلتش الجامعة دخلت معهد. ايان كان يعني. اه وانا في المعهد. اه يعني من مسلا بعد اعدادي بسنة اه بعد اعدادي بسنة بقى تسحلت في الحوضة اللي انا عايز اه مراهج بقى فاهم? اه. يعني تخين بقى فشخ وعنديش ثقة في نفسي. طب عايزة خس. طب عايزة تمورة. طب عايزة يبقى شكل حل وعايزة تجيب هدوم. عايف انت الاحساس ده? باهم باهم. انت سحلت فيه جامعة قوي لغاية بقى هقولك توستي يا جامعة فشخ. لغاية لما انا بقى بدأت اتفاق على حاجات اللي انا عايف انت ما توصل لليفل كده اللي انت خلاص مش بتخس تاني وجسمك مش بتحس مش عايف ليه. ولحظة يأس. فانت عايز بقى تتحمس. فاكنت دعم ادخل عيوتيوب. اجيب موتيفيجنز اه الفيديو. بعد اتفرج بقى اعاف انت الفيديو اللي هو كده. والموسيقى الهادية بقى جاءت اعلى ومش عارف ايه اللي هو يعني. انا بقى انا كنت بتسحل بقى في الحاجات دي. بالذات واحد اسمه ده من من اكتر الناس اللي اصارت فيها في حياتي يعني. ده كان عنده اصلا اه جيناتو الوراثية ما تسمحلوش اللي هو يبقى لعيب كمال اكسام قوي وبتعود دلوقتي هو السنة اللي قبل فات كان بينفس على مستر اوليمبيا يعني وخد تاني بالعافية. كان مفودي اخد اول وبتاع. فهو كان اه يعني هو فايتر بقى فاشخة. فالمهم عدت اتفرج عليه كتير قوي بعد كده بدأت اتسحل بص بقى التوسطية. بدأت اتسحل مع اللي بيصوره. بدأت اشوف اللي انا ليه لما انا بتفرج على الفيديو والتلات دقايق. بيعجبك وبتكمل. مش بيعجبني واكمل بس هو بيخلي شعري ايدي يقف. ما انا بقى انت محمس. واللي هو بدل ما انا بقى مبايح من التنمين. انا هنزل اطمام دلوقتي. وهكل صحة تاني وهي جاعة اطمام. فاهم? فبدأت احس اللي ده اصح. مش عافي ايه زوري. هاتوا للنجم معي يا جدعان. عايزة ينسونا. هاتوا للنجم معي. فبدأت اتسحل مع اللي بيصور. مع مش المخرج يعني الفيديو الجفر اللي بيمشي ببقى بيعملو فيلم ايه كانت بقى ويحط عامل ازاي وبتاع. وبدأت الاحظ اللي كل اه كان فيه واحد اسمه مش عافي اسمه صامويل ايه كده? ده فيلم فشيخ. فيلم فشيخ. فبدأت اتابع الراجل ده. بدأت اشوف اللي هو كل الناس اللي بيعمل لها فيديوهات بتعجبني. يعني انا مسلا لو لقيت اسمه على حاجة زي ما انت بتتابع مخرج دلوقتي بنعروف. اه. انت بتدخل الفيلم عشان المخرج. سيبك بقى هو ارجيب مين وانت وصل في كل حاجة المخرج ده بيعملها. اه. انا بدأت اتسحل في كده وبدأت بقى احس اللي هو. طب هو ليه? بيجيب الكمعة من تحت والاضاءة من وراه عشان يباين على رب بطن الراجل. طب ليه بيخلي الكمعة بتتهزي هنا عشان يدي فهم احساس ايه? عارف انت بقى بدأت اتسحل 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 اتسحل? بدأت موضوع يعجبني. خلاص بقى بدأت اتسقط حوار التمرين والجيم ومش عارف ايه. وبتدي بقى اركز ازاي بيعملوا فيديوهات او افلام تحمسك او تسحرك يعني انت بتعمل ده ازاي? اه. هنا بقى جات فكرة اللي انا عايز اصور. عايز اعمل ده وده وده وده. فبس اتخلت بقى في الحتة دي. اه مش درست. يعني انا انا لو قايت السناريفات ما كنتش درست اي حاجة على التصوير خالص. اه. ولا اولا ولا اي حاجة. اه ولا كورسات ولا اولا كنت اتفرج كتير. وانا يعني مش عايف بقى دي موهبة ولا مش عايفة صنافة قوي بس مسلا لما بيقول لك انت. ايه دي يوم. لما بيقول لك اللي انت مسلا لما حد بيكتب بتقول له انت بتكتب ازاي? وبتالي بيقول لك انا بحس الكلام ماشي قدامي كده. فبعض اكتبه. او بحس مواقف حصل في بعض. اتخيله واعمل منه مواقف بتاعه. ده الكاتب ده بيبقى موهوف في الحد دي. انا بقى بشوف كده. انا ما بشوف الصورة بشوفها بجد بجد والله بدون عفور. بشوف الوانها واضائتها جاية من اين? والموديل كتوقف كده دي. والموديل بيعمل ايه? فهم قصدي. تمام. والتكوين ليه? وايه اللي وصله لكده? طب انا لو عملت ايه? يساوي ايه? طب انا وغيرت الموديل بدلا مع واحد صغير الطفل صغير احط رجل كبير وجنبه مش عايف ايه? فهمي اوصل ده. ام ام. طب تتخيل الصور قبل ان بتصوره. انا بقى في الحده دي كده. هشوف الصورة فصصة. الواحدي. ام. من غير ما من غير ما بزي المجهور. فهم قصدي فبدأت الموضوع يا جبني. ومش بس بقيت اشوف الصورة افصصة. بقيت اشوف مسلا كاراكتر. ام. ماشي في الشهر مسلا او عاد على القهوة. شفت راجل لابس كسكتة مسلا او لابس هات. ولابس اه فستو. لابس مش عايف ايه? اتخيله في فريم. ام. فهم? وهو اعب بجد. اتخيل الاضارة جاية منين ومش عايف ماسك ايه وبيعمل ايه والعكاس بتاعه وماشي في طريق اعمل ازاي والله. فبدأت انا الاول برضو ما كنتش فاهم اللي هو ايه ده اماما. فعمل كنت باعد دائما لقول لامي اه. او انا عملا اتخيل حاجات وعامل ايه فهم. وبعدين بدأت بقى انا كنت عارف فاكر اه ويب سايتز بتاعت اه بيك فانكي. حد فاكر ببيك فانكي. اه بيك فانكي ده كنت واحد اه بتحط عليه الصورة. بتوعب بقى تزود الشر من اول غات لما يسفر عارف الحاجات دي وتعلي ال اتش دي ار. امم. تحط ستيكر مش عارف ايه. حاجة ال ايدت يعني. هو بيديك كده بتوع انا كنت بقى اشوف اه الناس بتعمل ايه? بتحدد يعني لو انا واقف كده احدد على كدف يعمل كده واطلع على نفس الشولدرز وعمل كده. فبدأت هتسحف الحوار ده لغاية لما اكتشفت اختراع اسم الفوتوشوب. اختراع. اختراع بقى بالنسبة لي. امم. ده انا بعمل كده اوطي الاضاءة وعلي الاضاءة ومش عافي ايه. فبدأت هدخل في حتة دي. كان ساعتها وقت الفيموس. امم. لسه كنت فتح لايف مبابح. مش عافش وقت ولا لأ. عملت عشرة دايك انا مبعبش انا طلعت في وقت الفيموس ده. امم. يعني انا كان بالنسبة لي واحد اسموه ايدول كده اسمو مستا فيايا. امم. محدش عارفه في الدنيا انت قال لي غيري. كان ده كان من ثمان سنين. مستا ويادة ده كان بيعمل ايه? كان بيجيب موديلز وشعرهم جامة فشخة بتاعه ووقفهم ويصورهم كم سورة. كان بيجيبهم بقى بيوقفهم على كوب السلي ويصورهم كم سورة كان من اسكندريا. كان في موديل مشهور فشخة زمان اسمه عمر العطار ده كان بقى فوس. اجمد واحد في العالم. فاهم? واللي هو بجده وكان اجمد واحد في العالم. بالنسبة لنا. فكان بيديني السورة انا عمل له ايديت. فاهم? تخيله وصلت لضايد اللي انا بقى. بيتجامل. فاهم? بيتعرف احط. فاهمتها برضو كده الواحدي الزرقين ده بتاع البرد والصف اه بتاع الحر والصيف ومش عارف ايه. كنت بقى برضو اكلم مم اقول لها طب انا بعمل السورة اللي الناس بطلعها حلوة. بتخيل بقى لو انا اللي صورت. انت كان دا كله في الجامعة? في المعهد? كان دا كنت في المعهد طبعا. كنت في تالتة او تانية متاعي. بس فا اه الحتة دي بقى الفايصل فاشخ. اللي انا قعدت تقول للم مم اما طب انا نفسي اجيب كلمة. ده بنا اللي بعمل للناس السور. نفسي اجيب كلمة وموضوعي فرق معي فشخ. فانا كنت لعبي. كنت لعبي اهو. انا الحمد الله يعني كنت يعني الدنيا مفتاحها معانا شوية ومسطورة وبتاعها. فكنت مسلا اقول له انا عايز اجيب عجلة. يعني سحلت شوية في البي ام اكس. عجلة البي ام اكس. وكنت بفيه ستايل ونط مش حايف من ايه وبعمل ايه. وجبت عجلة بستة الاف جنيه وقمت بقى مية. خلاص اتمنى. مسحلت في الجيم والكورسات وكده متخليت امي دفعتلي شوية امي وابويا وبتاعها. بقت كل شوية بالستيشن نفس الموضوع فيديو جيم جبت فيديو جيم عندي. كنت بتسحل في اي حاجة وانا اللي هو انا عايزها دلوقتي. حتى. فاهم? وقعب بها شوية ازهق منها سيبها. كده اهو. رأيت لما بقى جيم اوضوع الكامعة وكتساعتها بحوالي سبعة تلاف جنيه ولا مش فاكر بكامعة. لعكت بخمسة. بتاع ما انا عايز اجيب الكامعة دي. وعايز اجيبها حالة سوى مش افهمت بقى الدنيا بكام. لقيت ان وضوع واقف على هيا بصم تلاف تسعة تلاف. قالت لي بص عايز تجيبها انزل اشتغل. خلاص. ام. ايجابت اخرها مننا. اه. بتاع. تلاعبي وتمسكها شوية وتزهق وبتاع. ام. انت دوتها في دماغي كده قلت ماشي يلا بينا. فان? نزلت فعلا اشتغلت سنة. وكت بحوش الفلوس. اشتغلت ويتا بسعيتها. بحس اللي انا لما عود اتكلم على الكليشيهات اللي هو اشتغلت فشخت في حياتي. عايف واشتغلت. نفس تلك اوفر وبتاعه كان. مشلت مش عارف. لا انا بحس نفسي اوفر. بس انا بجد عشان في ناس في المواقف دي دلوقتي. يعني في واحد دلوقتي. يعني لسه واحد والله مقابلني النهار ده عاد وقف معي كتير فاشر. عاد يقول لنا معي اربعة تلاف دي وبحوش وشغاله. فحست اللي هو ايه ده ده بيمور باللي انا كنت بمور بي. ام. والله العظيم وقفت معا مسا بتاع نس ساعة. عادت حمسه والطوله تبعاش وكمل انا كنت زيك وبتاع. محستش اللي هو كليشي يعني. محستش اللي هو انا بقى افور منها وبتاعي. فانا اشتغلت الفترة دي كنت ويتر في مكان اسمه اسمه اه ايه? شقاوة. في الدقي. كفيه كده وكنت شغال عندنا في بلاد دكور في صايبة. ام. عادت كنت شفتين بقى واللي هو انت بتحوش بس بتصف يعني راسبا عنك. بس ايه في تارجة في دماغك اللي انت تحوش وتجيب الكاميرا وتزبط الكلام وكده. فبس ايه زبطت شوية ومت جايب الكاميرا وهب عملت ايه زي كل الناس ما بتعمل. نزلت صوات الاهرامات. خاني الخليل. الناس اللي بتتحك. اعمل. 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 كلنا مردنا. كلنا مردنا بنفس الناس. بنفس الناس. اقول لك المال اللي هيصنع السعادة. اللي هو واحد يعني دحك صدفة. فانت صورته. اقفش. المال اللي هيصنع السعادة حاليا. ايه. الصورة دي بص مصر كلها عدد بيها. المؤمة وساعتها صورت الصورة كده عند عائل ببيع مناديل طفل. ومسك المناديل وضحك وكان بصوت في فشخة فيه اه واحد ببدلة جنبه طالع. ففجله بقى بين اللي هي جازنا وبتاعه في الموضوع اعمل سبحانه الله. حل ودخلت بيها مسابقة كده كانت اه مصابقة اهو ده خلته مسابقة ده خلته مسابقة بتاعت مكتبة الف اه كسبت مركز مش عافل اه كنت مسكت الاول او التاني كسبت جواز بقيمة متين جنيه. كانت ايه بقى? بجد. لا هو بني صار بمتين جنيه. روحت اشتريت حاجة بيها تلتمية وخمسين جنيه. انت بحط مياه بخمسين جنيه. طب يا عم وفرت تلتمية جنيه عايز ايه. فدي كانت اول مسابقة ادخلها في حياتي واكسبها. وحاجب بقى العلامات بقى ربنا بقى. كانت كاميرا ايه ده اول? او نسيت اقولك كاميرا كاميرا خمسمائة وخمسين. خمسمائة وخمسين? او في ما حضرتاش. خمسمائة وخمسين? لأ. خمسمائة وخمسين? كانت بقى كاميرا بتصور يا عم. عم من زمان. سنة اول كاميرا اختارك هالتسعين دي. لأ دانيكون انت تكاعد. ايو بقى دي تسعين بعد كده نالتم دي تسعين في في جاب كده في النص ما حضرتوش. او او انا عدت بكانون خمسمائة خمسمائة وخمسين دي عدت بيها سنتي. بعد كده مسكت السكس دي عدت بيها ثلاث سنين بعد كده مسكت دي عدت دلوقتي بقى. بقى اللي مسلا تعب بعد خمس سنين بي. يعني المهم انت بدأت كده مش وارك بعد ما خدت الكاميرا بدأت بقى تعيش في كسة تصوير ونزيد بقى الباقي والجم وال. بقى او بقى بدأت بجد الموضوع اللي هو عاف دايما بقول للناس اللي انا ما تعبتش. انا ما تعبتش. مش مش مجهول. يعني عاف لما بتعمل حاجة بتحبها فتحسش انت بتتعم. اه تمام. ممكن تبقى انت بتتفش بس انت مش بتتعب يا فهام? يعني احنا ما بيجينا يوم تصوير ولا تطبيق ولا ولا ولا. تبقى مبسوط بللي انت بتعمله. بنبعدين اربعة ساعات في اربعة ايام في اللوكيشن بس عادين متكيفين مبسوطين فشخ. انت بتعمل شغلك وبتطلع شغل حلو. فانت عمرك ما بتحس انت تعبين. مم. فانا دايما بقول للناس اللي الناس اللي بتحب التصوير او بتحب شغلها عامة ما بتتعبش في شغلها. مم. بتعمله دايما بحب. يعني مسلا وانا شغل او ويطر ولا وانا شغل كشير ولا وانا شغل في اي حتة كنت شغل فيها. كنت بقى بشايل هم اليوم اللي انا بايحه تاني يوم. هقف تمانية ساعات والله افتناشا ساعة ولسه عندي شفت في الصايبر. فاهم? مم. لكن انا دلوقتي اول ما بقى عفلها عن تصوير يوم كزا. ببقى متحمس فشخ. مم. وعايز بقى انام واصحة بدري وازبط ليبسي وعايز كمان اخد صورتين وعايز عامل وفاهم. كمان. بتبقى دي دماغة. فانا. فانا بحسش اللي انا تعبت. وما حسيتش اللي انا تعبت في مشواري يعني بجد لما بقول للناس يا جماعة ما تعبتش انا كنت مبسوط بالرحلة دي كلها والغد دلوقتي مبسوط والغد دلوقتي مش واقف في الحتة اللي انا فيها. فانا شايف اللي انا اه ما تعبتش يعني واي حد بيعمل حاجة بيحبها ما بيتعبش فيها او بيشتغلها. خليني نتكلم عن النقلة بقى. يعني انت كل ده ولسه عادي حسام بمعا كاميرا وبيجرب حظه. النقلة بقى حفين. هقول لك بس بعد ما نزلت يعني هقول لك بس انا مش هالك كده. بعد ما نزلت بقى المعزة وصورت مش عايف ايه وبقى كده صوت الطفل ده. بعد كده واحد صاحب اخويا جاي قال له انا شفت اخوك بيصور وبتاع اه ما تجيب كان ايام بقى المظاهرات وكده. ما تجيبه اه يجي نزل معايا صحافة. اه. فانا كان بالنسبة لي ده يلا بينا. صحفي بقى ومصور صحفي وبتاع. صحفي بقى وكان من النقابة بقى يلاع على العبار. على الاحلام يا كذبت ابنك. وعصفير بتطيره في وراها. والميز هيسلم علي اوه. شعف ايه. انت بقى تضرب الابع بمزاهرات اطلع عينك. اما ان ايه. قلت له يلا. روح تقالي بص انت هتاخد خمسونة جنيه. انت هتاخد خمسونة جنيه. بدل مواصلات. يعني كمان بدل. اه بدل مواصلات. هو ده بس اللي انت هتاخده عشان انت لسه تدريبه وبتاعه ويجربه وبتاعه. انا بقى كده ساعتها كانت شعري بقى فاهم القفره والكيرلي وابلبسه شبات بس وفاهم والنص كم بتاعي جميل وخلاص. اه. فكت بترازة بقى كت بتفشغ بقى في المزاهرات. ليه? انت الجهة مسلا لو اخوان فهم عارفوا انت مين? تفاهم قصدي? اه. ولو اه الاخوان لما بيلاقوك واقف بتصوى ناحية الشرطة. بيقولوا اللي انت. تبعهم. تبعها. اه. والشرطة لما بيلاقوك اللي انت وارف مع الاخوان بيقول انت تبعهم. اه. فلما تروح الناحة التانية. اهدو الوداء. وانا مميز فاشخ بقى يعني اهوريك سورة ليه بشعري بقى والشرطة وبتاع. اه. فانا مميز قوي. اروح هنا اتضرب. اروح هنا اتضرب. وبعدها كنت خفيف وبعرف اطلع سورة وعندي بقى حميز بقى ابن لازميني. عايز ازبط بقى معايا ناس كبيرة في السن. والناس الكبيرة دي مش فتحرك. اه. فانت الشاب اللي فيهم. اه. فانا بقى الحفروك بقى اللي عايز اتنطط هنا وارح هنا واصور هنا واجيب من هنا وبتاع. فايه اعدت مسلا اول اه سنة وزبطت الكلام فيها قوي. لدورة اللي انا انا فاكر. انا ساعتها بقى بالنسبة لي. هقولك برضو على حرق احساس جامعة فجل. خلين انت عارف. عارف محمود خالد. اه. ده بالنسبة لي اقرم صورين الصحافة عندنا يعني اه. اه. اه مصعب اه مصعب الشامي. وعمر صلاح الدين. لما كان هنا و اه. ومحمود خالد واحمد هايمن. دول بالنسبة لي عطاولة. فانا ايام اه. كان ساعتها اربعة وسبعين شهيد بتاع الاهلي. اه. المسيرة دي او لما هم جن بقى من برسعيد. انا كلمني بالليل قل لي انزل في كذا 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 كذا. وانت اللي هتسلك يعني. اهو بقى كان بيمرمطني. يعني الناس كبا دي مش بتنزل ساعة اتنين بالليل لأ. فاهم? لو مين بيهزم مش مش هنزل. فانزلت وقابلت بقى الاسطورة بالنسبة لي. احمد هايمن. عايز ارويك بس ايه اول اول ما اشوف احمد هايمن بقى في الحقيقة. يعني بشوفه دريمة عن نت ومتابعوا بقى اصورة وحتة تانية. احمد? انا بقى نازل شايل الشنطة ولبس او معايا موسك. الوكالة مدعوني. ومعايا سيفتي تمانية كيلو مش قادي. شايل حاجة كده او مش قادي. وماشي بايه? بكمها خمسمائة وخمسين? وعدسة تونتاشر خمسة وخمسين? وعدسة تانية سبعين تلتمية مش بالفوكس. بقيم? على الله. الفوكس بيه على الله. نزلت بقيت احمد هايمن بسك اا ماركس ري. عدسة خمسين ملي. ومعايا جنبه هنا سبعين متين. لأ كان عدسة معايا في ايده بخمسة واتراتين ملي وان بوينت فور. ومعايا جنبه هنا في الحزام سبعين متين. بيها مش حاجة. بيبص. بيبص. على هادي. اه ببصتك. ده كان بالليل. لو واحت لقيت اعمل سور. فبدأت بقى اقول له افكر. عايفي انا بقى بقول لك هم ما بشوف سوره بعد اسأل نفسي. ازاي حصلت وو ايه اللي عمل وو ايه اللي حصله بتاعه. فانا دايما تخيل بقى انا كنت معا بقى في الحدث نفسه. فبدأت اربط كل حاجة ببعض. بدأت اربط دهب بدأ ليه صور السورة دي وتدعك كده ازاي وبتاع. فنزلنا تاني يوم على طول كانوا وعملين تجمع قدام النادي الاهلي. دي بقى بالنسبة لي برضو كانت نقلة بالنسبة لي. انا نزلت صورت في الحدث دي كان معاة امتاشر خمسة وخمسين بس بقولك وعملت شغل لجاملة فشخة. اللي هو تشاير كتير قوي بقى على الالتراز اهلي ومش عارف في ايه وبتاعه كان بالنسبة لي الصغري بتنتشر اكتر ساعتها من احمد هايمة. فاهم? بالنسبة لي كانت فشيخة. ايه ده ايه ده انا ايه ده انا شغل حلو بتاع. طب انا ايه? انا كملت شوية في الصحافة. مهمة كملت شوية في الصحافة سانة تاني. انا خدت الصحافة في عزها بقى. فهم في مظاهباتها في كل حاجة. فحت ورد. جت كنت فيش تباكت ومسيس والضرب علينا غاز كتير قوي واسمو اي ده? وغم علي وصحيت لقيت نفسي في حتة في غمرة كده. ناحية غمرة ولا مش عارف اسمها ايه? بسحيت يا باشا الناس بتفوقني عشان بيستعفوني. لقيتهم من بلطة ايه. يعني هربية. دب 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 بقيت الحاجة اللي معاك. بس. خدوا الكاميرا. خدوا بقى كل حاجة. مهم. فاهم? مهم. رحت بقى الوكالة اللي هكو شغال فيها كان ساعتها فيه مصورين كتير بتعمل الحوار ده. بيعملوا كنه حوار. اه. اه. لو راكبت واتفارمت مش عايف ايه اه يعني ويقولوا هما بيبقى عندهم اسمها تعويض ولا تأمين. تأمين. مهم. فبيجيب لهم عدة بيصفلوا مبادرة. راحوا وقالوا لي لا فيش حاجة تثبت. اللي انت ده حصل معاك. مهم? المهم خدت الصدمة بجد. وامتي باقينا في البيت خمس ستة شهور. ما هيش بقى فلوس. مش عايف اعمل ايه. طب بعمل ايه. مش هصور خلاص. ما عايف انت بقى اللي هو. كان لك احبوها طبعا خلاص بقفلت. اللي هو لعبت شوية وآآ. لعبت شوية وخلاص كان موقف حلوب بتاع وصفى بقى كان بجد كان تعب قوي. وهم كان بتقل عليها فشخة. تشوف مين مات ومين من صاحبنا حصل له ايه وشعاف ايه. فاهم? هم. طب اعمل ايه شمال يمين شمال يمين. لأ مش هشتغل خلاص. عاود شوية وبخي يعني. بعد كده تحمست قلت نما انا ممكن ارجع تاني. اه. ممكن ارجع تاني اصور. بس مش هصور صحافة. خلاص. انا شبعت صحافة. معنا اللي هو خلاص بقى شوف ايه اللي بيجيب فلوس. بس عارف دايما 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 كنت بقول يعني واحد صاحب يعني قريب مني فشخة. اللي كان شغال بقى معي في الصايبرة واحد صاحب اسمه غاني يعني انا بقى. اللي كان قريب مني فشخ. ساعتها. فمنو انا اصلا في الصايبرة وانا لما بلعب لما بحب حاجة بعملها جامعة فشخة. حتى الاولاين جيمز لعبت لها بس ما اصول كرود وبقيت اه تاجر في الاكاونتات وهبيع منها واطلع مني فلو واطلع منها فلوس وبتاع فانا حس دايما اللي انا مميز. فانا طلعت من الصحافة عارف الناس بتتشد اللي ايه? فاهم? وعارف اللي هي احسن حاجة تريتشوت بيها الناس او تاخد منها او تتشهر بيها هي الكونتراست. الكونتراست اللي هو يعني انا بس هتلاقي في ابداياتي كلها بعمل كل حاجة ومختلفة. يعني بس اجيب بتاع البلارينا اصواها في في مانوال. اه. حاجة ما لاجه تدعوه بحاجة. اه. اه. فده بقى بالنسبة اللي كمان هنا كان. كان حلوة اه. كان بحاجة دي اه. فاهم بصدي? اه. فبدأت اركز على حاجات دي. فاهم? اه. اه. اجيب حد بلعب كمان جاء احطه في وسط الشارع. جديد فشخ. فاهم? اه. اجيب مش عارف بنت محجبة. الناس كان مش عارف ايه بتعمل وارد. فاهم اصلي? اه. كان بالنسبة لنا بقى اللي بنت محجبة بتاكل عابية فول ده. كمة اللي هو ايه ده. اه. اه. فاهم اصلي? اه. فبدأت اركز على حتة اللي كنت بس دي قوي. اللي انا عايز الفة الناس نظارها بقى. اه. 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 بقى سانت كاترينا ومصورها. فيها مصدي. فدي بقى كان بدايتي وبعد كده بعد بقى اه اه بعد يعني بعد ما معدت الستة الشهور دي وعطلت الشوية وبتاع وكده قررت خلاص انا اجيب كاميرا واشتغل شوية اشتغلت كم مشاهة. واحد من اهلي ساعدني يعني وامت جايب كاميرا جديدة. اه. وامت جايبت كاميرا جديدة. ساعتها بقى كان بالنسبة لفول فرين فاهم? اه. ده كان انجاز يعني. فجبت ساعتها متعالي. اه كان ساعتها. اه. وقلت انا مش هعمل حاجة انا هصور افروح. اللي بيجي فلوس الافروح. بجد انا عملت كده. اه. بس بقى كان فيه برضو ازمر انت لازمين انت? هتخش مين انت? تخش كان ساعتنا فاهم? كان فيه اعتولة. اه. وانا شاب معايا ساكس دي. وخمسين ملي على الله. رسوا لي هادي. ايه. ومش عارف اعمل ايه. المهمة عدت خبط وبدأت بقى خدت عارف القاعات بتارت كونيش شبرة. اه الحاجات لو انت حت خالص بقى. بقيت ادخل عليهم. يا جماعة انا اسمي حسام انتيكة وبصور وهصور لكم. بدخل عليهم كده على العريس وبتا. وهصوركم هبعث لكم الصور ومش عايز فلوس. ده فيهم الفرح? اه بدخل كده القاعات. اه 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 اصور بقى مسلا قريبي مش عارف خطبته ولا اختها عندها مش عارف مناسبة واحد صورها ايد ميلاد مش عارف ايه صحابي خارجيين خروجها اما ما هي مصورهم صحاب صحابي احيان خروجها مصورهم بدأت ايه اعمل علاقات فاهم? قلت خلاص هبتديها بقى علاقات اصبع مش عارف فرح مين بتاع ايه اه اه صاحب صاحب مين عايزني في خطوبة فاهم? اه بدأت اه الحتة دي بعد كده خلاص المناسبات اللي بتاعت علاقاتي خلصت بنزل بقى على القاعات بتاعت اه شبرة والكونيش ومبابة والكلام ده. اه اصور وابعت الصور وبتاع. بدأ خلاص بقى في ناس فهمت اللي انا اه بصور بس ايه مسلا انا جيت لك في فرحك فانت عايزني فرح اختك انا اما جيت لك فرحك قم ببلاش فانت هتقول ايه فانت هتقول ايه الوقت انتي كده اجيال ببلاش اما هدينه مجينيه ولا حاجة اما هدينه جاية وهو قطلع شغله حلو فده كان اللي بيحصل معايا اللي انا الناس اللي صوتها ببلاش عشان تجيبني بالشياكة تديك اي مبلغ زواري ديني مجينيه متين جنيه كملت انت في القاعات بتاع فجملت بقى في القاعات وشوية واول حاجة يعني اخدتها كانت ميت جنيه ايه جنيه ايه جنيه ايه جنيه يعني اه وكان اه بس بقى بدأت هتعبف شوية في الحتة دي بدأت بقى اضوع الحاجة مجنونة الناس عرفني بيها اللي انا عايز ادخل بقى حتة الودينج شوية مش عارف ايه بتاعها هو كل الكلام ده كان لسه قبل الصورة بتاعت الجمل قبل بقى سلف الجمل قبل ايجيبت وكل ده الايام الدعك بتاعتك بقى كل ده بقى ايه في عز نتنقل بقى للفرحة شوية يعني خلال نتكلم انت اول حاجة انا يعني عشان بتابعت من زمان غالبا اول حاجة شهرتك او طلعتك كان موضوع بتاع الجمل ده لأ اول حاجة شهرتني قوي قوي هي هي سلف الجمل بس في حاجات قبلها كنت بعملها يعني حلوة بس عايز اتكلم في نقطة اللي انا في سلف الجمل دي ما كنتش اه انت احاكي لك بس الموضوع جيلة لازال الاول كنت شغال مع وكالة اعلامية قالوا لي عايزين نعمل تقرير عن العيد الكبير والجمال والدبيحة ومش عارف ايه هو بتاعه صورنا اليوم كله وكان يوم تعب اول وطلعنا بقى حاجات فشيخة كان اول مرة امسك في عائلتي السبعين متين بقى كان حلت كاميرا كنت 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 معايا بقى الشيخة دي اه اشتريت عن الشيخة دي ايه ايو اكت معايا وكان الوضع كريم معايا سبعين متين وستاشر خمسة وثلاثين كوائك كان بالنسبة لي بقى ده كواليتي امم انت خالي بقى انت مسكت فول في بيم اه هيا عدسات دي امم انجاز انجاز ايه انا كنت احسل انا عايف انت اكنك اعمى وفتحت امم كنت ماسك خمسمونة خمسين طمونتاشر خمسة خمسين. وما راح ده قلبت عالفول فريم والعدسات دي. فكت ماشي اعمال اخد بورترهات لكل الناس كده هون. فاقفل المتين عالاخر واجيبهم فرضاقة كويسة. با كده خلصنا تعبنين فاشخة. تعبنين جدا. تعبنين اوي. فبفتح الستاشر لاخرها. كانت جديدة عليا. فببص كده ايه ده ده جانده اوي تبتع له ايه. بناخد سيلفي كلنا. فبناخد سيلفي عادي ببص يا الجمل لقيت واحد صاحبي لو ما يصار ده. حطي ايه ده عالجمل. عادي. انت كل ده كل اللي انا بحكي قولك ده عادي. حطي ايه ده عالجمل ده مصورين. انت خدت الصورة من كرة ما احنا تعبنين ومطبقين. انت خدت الصورة انت حطيتها في حطيتك كمع في الشنتتها ومشنت روح. ومتن ماشي مروح. انت طبعا مش واخد بالك من الموضوع ان انت في جمل بيتحك. ولا اي حاجة ولا فاهم اي حاجة. ام. روحت قبل ما انقم على طول بفضي الكارت وبتاعه. فببص على الصورة ايه ده الجمل بيتحك بريطان موما الحاجة موما الجمل بيتحك لحاجة طبعا الجمل بيتحك اخواتي. انت حطيت الصور بفعل بكتشة قمت نايم قفلت موبيرلو نايم. السحيد يعني بعد 12 ساعة. وصفحة بقى كاملة في اليوم السابع بالنسبة لي بقى اللي انا صورة تنزل في اليوم السابع ده انجاز بقى بالنسبة لي حلم حياتي بيتحقق. ومش عايف ديلي تليجراف خدتها. ونيويورك تايمز خدتها. وانا لسه مش عايف برده وايه ده. وفي ايه. مفاهم? وبعدين لايك كلم بيكلمني بيقول لي انا عادتها كلمة كتيرة عشان ننزلوا الصورة وبتاعه. وانا الحصن حظي اللي انا اللي مصور. اه. اي حد في العالم كان ممكن يصور صورة. يعني مصورة كان ممكن هو اللي يجي ياخد الكمار ويصور. مم. مصورة بالوقت كان زمان احد اتشاره. اه. او كريم. او كريم اي حاجة. اه. بس انا الحمد لله بالعالمين يعني. انا لها صورة في بتاعتي. الشهر الموضوع اكتر اللي فيه واحد اسمه مخرج كده معالمي. مصري اه خدت الصورة دي وقال صحابي تصوروا الصورة والصورة نسبت له. في بقى ساعة عملنا عادت بقى اقول راجل ده سرق السورة بتاعتي ومش عارف ايه. فده شهر الموضوع اكتر. اه. فهم اصلي. الموضوع بدأت شهر. شهر اوي وانا مش راخد باني اللي انا بقت فين. فهم اصلي. اه. واللي انا مسلا انا قبليها كنت معروف شوية بشغل. كنت بعمل حاجات معروفة برضه. فهم اصلي. بس مسلا قبليها لو احنا لو انا مسلا كنت قاعد مسلا مع ناصة عارف كافية كان ممكن واحد يشبه علي. اتنين يشبه علي. اتنين يشبه علي. بعد سلف الجمل انا بدخل كافية كله عايفني. عايف انت بقى الاحساس ده. انت بتدخل في اي حتة الناس كلها بتتصوى معك. على انك عملت انجاز ابن رازينة. انا بقى كنت مدائم الحتة دي اللي انا الموضوع جد صوت. اه الحمد لله بالعالمين رب نزقني وقال لي دي علامة اللي انت تكمل وانت تعيبت ومش عامل. انا حسبتها كده. بس في نفس وقتك اتلعال بتقول علي او الناس بتقول علي الوقت اللي دحك الجمل. ما عارفوش اي حاجة تانية. اه. فانا كنت متضايق. عامل شغل كتير. وبعمل حاجات تانية كتير. انا مبسوط. يعني حتى صحابي اللي كانوا بيجوا يعرفوا ناس صحابه. يعني. كان بيعرفون. بس عصول الجمل. عافين بقى ده مين? اه. عافين الجمل? ده اللي دحكوا بقى كده. اه. فاني هو كان موضوع يعني يبسط بس يداي. انت انا بالنسبة لي احب شغل اللي انا فنان. احب بحبت شغل اللي انا مصور كويس. ما حبش بقى شغل اللي انا الترندات بقى كلها اللي طابعت عليها اللي انا عيني مش عايب بتنجاني ولا ولا اللي انا ضحكت الجمick. لا انا حب اتشغل اللي انا شغل كويس يا جماعة. مع otro pi حاجات في حاجة تانية. فكان موضوع بالنسبة لي مدينة اوي. فقلت عامل فكرة جديدة وبتاع طب جبت واحد صاحبي ولبسته بدلت بطل خارج مش عالف ايه. المهم الفكرة جات لي من هنا وقمت واحد صاحبي دي كتنزلة من من بره قلت لها تيدي البدلة لبس بدل الصبايدر من واحد صاحبي اسمه عاطف صورنا وبتاع موضوع تيك 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 العالم كله. انت ازاي كنت عامل مع الناس هو ماشي معك في الشارع ببدل الصبايدر الموضوع برضو يعني ما هو دي بقى الفكرة هي دي الفكرة اللي انت تيخد الناس اخير انت في المترو وقيت واحد احاول احط الفيديو في البودكاست يبقى الناس تورج عليه. يبقى احط فهم اصدير فالموضوع بيبقى ضحكي بقى فانا عايز اضحكي ده وعايز اكشنات الناس بتم عاملت ازاي وكده. المهم بقى ده ضرب يعني لو لو مسلا سالف الجمل ضرب اه خمسين في المية ولا تمامين في المية فاز بدا من ضرب مليون في المية. اه. مش بس بمصر بقى تتكلم عنها العالم بقى كله. اه. سين نين ونيويورك تايمز و اه. والديلي نيوز و سين نين جات عاملت مع انترفيوف وبلاق فوق السطح. انت متخيل بقى السين لان اه جاتلي. احسن دخلت برز. ايه افعام. وكنوات البلد كلها كلمت. ام. كنت بقى يعني والله العظيم انا عدت مسلا حوالي تلات ايام بطلع من السوديو ده و اروح السوديو في مدينة الانتاج. فانا عملت كل حقا خلاص و عايف انت اكسبوجر الشهر ده. منا واحدة تديت. ام. خلاص انت عايف كل حاجة. الناس كلها عايفاك. ام. يعني برامج عايزاك. كامبينز عايزاك. مش عايف شغل عايزك كده. ام. كنت بقى من كل حاجة. مهم زبطت بقى الحتة دي. و قلت خلاص انا زبطت للناس دي بقى اشوف بقى البيزنس بتاعيز اودي فين. انا عمل ايه نعمل ايه? نعمل ايه? نعمل ايه? ويدنج. لسه كل ده انا كنت شعف اللي انا بحب البروترهات يعني او. ام 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 ام. بقى صورت الشهر ويدنج. شهرت الشهر عارفت برضو ازبط لنفسي وماركت لنفسي. اللي انا مصور شرطي وبتاع عملتين بتاعي وفتحت بقى مكتب وربنا قرار من دي الفترة دي. ام. بعد كده قلت خلاص. انا بعمل خلاص بصور وبتاع. طب انا انا بحب ايه بقى. عارف لما تورف كده لحظة مع نفسك. ده الشغل ايه اللي انا بحبه? ده اكل عايش. ام. انا دايما اقول كده. اكل عايش. طب ايه اللي موديل وميك اوب واقجر مكان واقجيب ديفس مش عارف عني ازاي. ام. واختار اه ادوكيشن اصوى فيه امتى وهجيب معايا ناس عادي. فهم? انا بدفع فلوس ليه? مش عشان استنى منه انكم. فهم? انا بدفع فلوس عشان انا مبسوض. فتبسط. فهم? اه اللي هو بقى مفتاح قوي وانا بقى اعمل كده. فهمهم دخلت بقى في الموضوع ده وبدأت اللي هو الحمد لله بقى اصبحت نفسي في الموضوع ده وفي النقطة دي بدأت. ابقى اقوى 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 بعد كده بدأت بقى اماكن تكلمني. وعمل معامل ووكشوب بقى او. عارف بقى فكر انت اصلا كنت بتاخد يعني كان نفسك تاخد ووكشوب. بقيت انت اللي بتدي الوكشوب. بقيت انت اللي بتدي الوكشوب في المكان اللي انت عايزه. وبالفلوس اللي انت عايزة. ام. وانت وصلت حتة حلوة قوي. فهم قصدي? ام. وبقى الناس اللي انت اللي انت يعني الحمد لله في وقت قصير قوي كان فيه ناس ايدلز بالنسبة لي. بقى وصحابي. وبقى ياخد رأيه في صوره. ام. انت متخيل. ام. وبقى مش بس صحابي بقى. لا اصعب بيقول لي انت عملت لي ازاي? اللوكشن ده فين? مع الكونتكت الموديل ده. مش حاهم? فهم قصدي? ام. فبقيت انا اللي اصلا افده. مش قصدي حاجة بس انا قصدي بالنسبة لانا جوه نفسي انا. فخور بنفسي. فخور بنفسي قوي. ده اللي انا كنت ااا في مكان بصور. احكي لك موقع ده جميل جدا. كنت في مكان بصور وبتاع واحد انا اشتغلت معا من اول مردأ خالص اشتغلت معا لها كنت بجرلي قضاء او بتاع. هو من كنت ما هو مش فاكرني او من كنت ما هو مسلا مش متخيل اللي انا بقيت انتيكة فكنا في في مكان بنصور وليتو جايب يقول لي انا عازة تصور معك سورة. اوه. والله عازة انت حاصل. طبعا انت من جواك بتطير. انا جامد بقى اول. يا جماعة الراجل ده. تبسك له اللايتنج وبتاع. وليتو جايب يقول لي هفك انا متابعك وشور لك حلو قوي وبتاع. فهم? ام. قلت يا لحو. ايام. ايام بتلف الدور. اهو ما عمليش حاجة وحشة انا بس ايه. فهم فهم بس انت كنت يعني اه. اه. بزيارة الموضوع ده بسطني قوي. المهم اه نرجع للنقطة بتاعتنا يعني. كورسات وبتاع داخل. اه فبدأت بقى اخد بقى كورسات اه اه ادي كورسات واعلم الناس. وبدأت احس اللي انا اصلا لما بعلم الناس في الوركشوبس انا اصلا بتعلم. بشوف جديدة انا مش يعني جديدة علي. ام. يعني ايه? تفكير جديد علي خالص. انا بعلم حد حاجة بس هو بيعلمني كمان بس هو مش اخد باله. اه موضوع وانت كمان بتراجع على البيزيكس اللي انت عارفها فده بيكويك اكتر وبيخليك عندك فيجن قوية. اه. ولما كل حاجة يعني. بس اه. دي بقى يعني ده مشواري او في الهتة دي اللي انا ايه? دخلت ده شواري دخلت ده شواري. لغاية لما استقررت اللي انا بحب ده وده عشواري. خلينا برضو نتكلم نعرف الناس انت كنت مشارك في في كامبينز الكاميرات لشركة زي كانون. اه صح. دي كانت حاجة يعني اعتقد قوية جدا يعني. كانت الاس ار. وكانت الاربعتلاف دي. صح? تمام? فحكي لنا مسا بتاعت الاس ار. اه. يعني الموضوع ده برضو بالنسبة لي اللي هو مش حلم بقى انت سافيتج قوي. سافيتج لدرجة اللي انت الكاميرا اللي انت كنت في يوم الايام بتاع لم تجيبها. اه كانون جات قالت لك انتيكة عايزينك تعمل عنها. وتصور بيها وتقول لنا رايك. انت متخيل. اه شركة زي كانون. اه. انا بقول لك. تتخيل كانون جاي بتقول لك كده. الشركة اللي مصنعة الحاجة اللي انت بتمسكها طول حياتك وانت هتحبها. اه. واللي انت في يوم الايام كنت تمسك الكاميرا دي وتقعد تقول هي ازاي الناس بتدفع ستين وسبعين وتمانين الف جنيه كاميرا. اه. افهم اصلي? يعني كنت جاي بالكاميرا من خمس تلاف جنيه دي. بقول لان اعمل في حياتي ما همسك كاميرا تعدل عشر تلاف جنيه. اه. اه. فاللي كانون تيجي تقول لك خد انتيكة عمل لنا بفيو. عن الكاميرا دي وقول لنا اه عاملة ازاي. واحكي لنا تجربتك معا. ده بالنسبة لي بوضع كان حلم. وتحقق. وفخور بي دايما. ودايما بقوله ودايما بعد اشير الموضوع ده. اه. لان انا بجد وكنا عاملين فيديو حلو. احنا كنا اصلا انا كنت معاك. اه. اه. ومحمد علاء. ومصطفى. مش عايزة انزح بمصطفى علاء. وكل الناس يعني. اه. وعملنا شغل اللي جامد قوي. اه. كان الفيديو كان يوم سيط بالنسبة لي. في المواصلات والبهدلة. اه. والتكتعبت يومها برضو. كلينا انا قبل الفودكات زي ما قلت لك عملت ستوري. وقلت للناس تسألك اه شوية اسئلة. اه. نخص باشا نشوف الناس قالت ايه في اه ده فيه ايه كلنا. تعالها بس نشوف هنجيب بص يعني الحاجات المهمة. آآ ممكن آآ علاء او علاء مش عارف. ممكن تعلم تصوير روح الكورسات من غير كاميرا في البداية واستخدم كاميرا التليفون. آآ عادي مفيش مشكلة خالص آآ في ناس دلوقتي عندنا جامدين قوي بيصاب الموبايل وآآ. بس خد بالك من حاجة هو الموبايل الترفيه مش للشغل برضو. لأ بس دلوقتي بقى للشغل. لأ مين هيهيرك عشان تتصوير له حاجة بالموبايل. كل الشركات الموبايلات دلوقتي بتهيئ ناس بتصوير بالموبايل. ده بضو معمول فيك برضو في حاجات بيبقى في الكاميرا وبيقولك بالموبايل ومش عارفة ايه بس لأ يعني خلينا اتكلم يعني انا اعف ناس بتصوير بالموبايل حلو او يبقى اعف ناس من الموبايل مصر. لأ في ناس جامدة جدا بالموبايل. انت بتتكلم على شغل. اكل عيش وشغل. لأ لأ لأ. عايز يفتح بيه تفتح بالموبايل? لأ مش يفتح بالموبايل بس. كبداية اللي انت اصلا تتمرن على حاجة بتتصور بتصور يعني اول ما بدأت خلص كنت كنت باخد كاميرا تعمي فاهم? اللي هي الديجتال اصلا ما اصور بها وفاهم? عشان انت بس تعرف تكوينك بيبقى عمز ازاي بتاع عينيك اصلا بتقول لقيت ايه ومزي بتقول لقيت ايه? فهو كان تمرين ليك حلو في الاول واللي انت ما يعني انا من رأي انت فكرة الكورسات دي اتقل عليها شغل لغاية لما تعرف انت اصلا الحاجات في الكاميرا وتعرف انت بتحب الحاجة دي ولا لا. يعني يعق شوية في الكاميرا او في اليوتيوب او كلام دا كله بعد كده اخوش. انا عايز ااخد بيزيكس انا عايز اعمل كزا وبعد كده بعمله. طيب اه شهاب بيقول لك اطور من كدراتي ازاي? من كدراتي? اه كدراتي اه كدراتي اطور منها ازاي? اتفرج على صور كتير. يعني مثلا اتفرج على صور كتير واسأل نفسك ليه الصورة دي حصل فيها كده? يعني ما تعديش الصورة. الصورة لتعجبك واقعد فصصها. انا الصورة دي اه طريق كده ازاي? الوضاقة اللي جاي من هنا. والشخص ده وارف هنا ليه? فهم قصدي? ساعتها هتتطور يعني. تمام. دي يقول لك اه بحب التصوير وعايز ابدأ بكاميرا ونسبة حلوة للكاميرا الاربعة تلاف دي. اه حلوة جدا. حلوة قوي وكاب جينالي اه طبعا. ايه كاب دا يا مفيش حصل منها متى هيقلي. طيب خمس تلاب جنيه ولا باربعة تلاف وخمسمائة جنيه فهي كاميرا بصة هي اصلا الكاميرا دي نزلة بالتارجلت ناس عايز تطور من موبايل ناس بيطور من موبايل وعايز تقلب فيجيبوا الكاميرا دي. غير كده فهي كاميرا يعني هي كويسة بس ضعيفة شوية. طيب اه مش عارف ايه يا عصام بدأت تصوير ازاي وخريج ايه وحمد ماشي. دولنا ده. ازير بيقول لك انت جبت كاف في سنوية عامة. جبت بص بعد حوال ده ايه جانا ده اوه. عشان بمناسبة السنوية لو ده هو ده ينزل الام دي. يعني الفيديو. بمناسبة السنوية عامة انا جبت في في سنوية جبت سبعة واربعين في المية. اقل من النصة اصلا. ايه واخدت بطولة شطار انجل ساعتها فاخدت ربعة في المية. فتلاعت واحد وخمسين في المية. شو? والله. اعرف ازاي ازا كنتم مصور كويس ولا لا? اعرف ازاي ازا كنتم اه بتقارن نفسك. بتقارن نفسك باللي حواليك. بتقارن نفسك بنفسك قبل كده. بتشوف رأي ناس بتاخد رأي ناس انت بتصق فيهم. بس. يعني اهم حاجة اللي انت بتاخد ناس بتاخد رأي ناس انت بتصق فيهم وفي شغلهم. وبت دايما بتطور من نفسك. يعني دايما فكرة اللي انت تبقى عايف انك حل وقوي دي يعني ايه مش بتخليك تعلى بتخليك وعرف في مكانك. فانت دايما ما تحسش اللي انت احسن حاجة في الدنيا. حس انت تمام بس في انا بطور نفسي وببقى احسن. انا بسود قوي يا حسن انت كنت معاني النهاردة. يعني البودكاست جميل الصراحة. ولو حابب تقول حاجة لنفسك او للناس في في الكاميرا ممكن تقول لهم? يعني عايز بجد اقول للناس اللي هو لازم تصدقوا نفسك ولازم اه الحاجة اللي انتوا تحبوها تعملوها. ما تهتمش بحد بيقول عليك ايه بحد ما تهتمش بحد بيقول عليك وحش او حلو. كل تهتم بيه نفسك واللي انت تطور من نفسك اكتر. ما تقرنش نفسك بحد تاني. قرن نفسك بنفسك. دايما اه شوف انا من شهر كنت بعمل ايه? ودلوقتي بعمل ايه? شوف انا اه كمان سانة عايز اوصل ل ايه? وتشوف ده بيحصل ولا لا? وتشتغل عليه ويبقى عندك ثقة في ربنا اللي انت اكتهدت وعملت كل حاجة عملت كل حاجة انت تقدر عليها فالباقي ده بتاع ربنا. بس. تخلي دايما ثقتك في نفسك وفي ربنا. تخلي دايما ثقتك في ربنا وفي نفسك اكتر يعني بس. شكرا لانت جيت. فرحان جدا بالبودكاست. شكرا لك انت فرقتوا. ان شاء الله اشوفكوا في بودكاست جديد. سلام. اشتركوا في القناة